منعرج حاسم تدخله العلاقة بين إيران والدول الكبرى بخصوص برنامج طهران النووي فالجانبان توصل إلى اتفاق إطار يمهد الاتفاق شامل ينهي حالة من الجمود التي طبعت الملف لسنوات تفاصيل الاتفاق تشمل تعليق قدرات التخصيب الإيرانية بأكثر من الثلثين مع نقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب للخارج بالإضافة إلى الاتفاق على مدة المراقبة التي تم تحديدها في عشر سنوات الاتفاق الحالي خلف ردود فعل متباينة فالإيرانيون يرون فيها نصرا كبيرا لهم وبداية لمرحلة جديدة تطبع علاقة طهران بالمجتمع الدولي كل قرارات مجلس الأمن ستتوقف وستكون نهاية لجميع القرارات المتخذة ضد إيران بداية من القرار ستة عشر ستة وتسعين وتنتهي بالقرار تسعة عشر تسعة وعشرين كلها ستتوقف توقف القرارات الدولية ضد إيران لا يعني أنها في مأمن من عقوبات جديدة في حال عودتها لأي نشاط نووي فالأمريكيون الذين رحبوا بالاتفاق ووصفوه بالتاريخي يؤكدون أنه يبقى رهينا بمادى التزام طهران بالوعود التي قطعتها على طاولة المفاوضات إذا عادت إيران إلى أي نشاط نووي فإن مجلس الأمن سيعيد فرض عقوبات جديدة عليها العقوبات هي التي فرضت على طهران الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإذا خرقت الاتفاق فإن العقوبات ستعود تلقائيا الترحيب عبرت عنه العديد من الدول وفي ترحيبها تأكيد على أن الاتفاق النهائي الذي من المنتظر أن يتم التوقيع عليه نهاية شهر يونيو من العام الجاري سيكون أفضل بكثير من خيار الحرب الذي لوحت به الدول الكبرى ضد إيران للعديد من السنوات وضمن أبرز ردود الفعل المسجرة على هذا الاتفاق عرب بانكي مون الأمين العام الأممي عن ارتياحه وقال أن التواصل إلى هذا الاتفاق قد يمكن جميع الدول من تعاون بشكل عاجل للتصدي لكثير من التحديات الأمنية الخطيرة فيما وصفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بالمهمة للغاية واضحة أن كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ستلغى فور توقيع الاتفاق أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة على طهران من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو اليوم أن أي اتفاق نهائي بين إيران والقوى العالمية يجب أن يتضمن التزام إيران بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وأتحدث نتنياهو بعد الجماعة للحكومة المصغرة المعنية بشؤون الأمنية التي قال إنها متحدة في معارضة هذا الاتفاق البيت الأبيض قال إن أوباما يتفهم موقف نتنياهو ولن يوقع اتفاقا يشكل تهديدا لإسرائيل إذا فعلهم سوف يجب أن يكون ساعدية التعاني والمقادرين اشتركوا في القناة